اذا وزير الداخلية واطفة مدير الامر العام ما عنده حلول ما في دعالة وجودهم ما في دعالة وجودهم احنا ابناء وطن واشتغلنا وخدمنا بالوطن مقابل هذا السن نلاقي مكافأة او نلاقي راحة نفسية انه جاي علينا شهر رمضان المبارك هذا الشهر عن شهرين لحاله والعيد عن شهرين لحاله دورنا على اي متقاعد من هالمتقاعدين في بجيتو يوصل خمسين ليرة الحكومة قاعدة بتوصلنا للشارع الحكومة قاعدة بتذل فينا ليش احنا ما بخلنا عليها قدمنا لها ارواحنا وما زلنا وما زلنا احنا في دعالة جلالة سيدنا ونتمنى لكم التوفيق لقناة الاردن اليوم وعتمنا على التلفزيون الاردني تلفزيون الاردني ابو الكل الاردنيين وابو كل القنوات الاردنية ليش احنا مش سياسيين ولا لفئات اخرى احنا فئتنا متقاعدين ولا لجلالة سيدنا الله يدين وليم حكمه طرقنا كافة ابواب الدولة وحقيقة سعينا بكل جهودنا مع مدريت الامن العام حتى كلجنة ممثلة الضباط المتقاعدين ان نقرب وجهات النظر ما بيننا وبين مدريت الامن العام سعيا لاجاد جزء من الحلول وحتى تجزئ الحلول على سنوات لكن الاسف الشديد لم نلقى بالا وجميع الابواب اغلقت امام الضباط المتقاعدين مما دفعهم للاعلان عن الاعتصام يوم الاثنين الماضي اعتصاما مفتوحا ومبيتا رسالتنا لمدير الامن العام ان يجنب هؤلاء قادة الامس متقاعدين اليوم الشارع وان لا يقبل علينا النبيت في الشارع ضباط متقاعدين كانوا رؤساء مراكز امنية وكانوا رؤساء شعب وكانوا رؤساء اخسام يناموا في الشارع وفي العراء الارض لفراشهم والسماء غطاءهم وبالتالي هاي رسالة قوية نوجهها لدولة رئيس الوزراء لوزير الداخلية لمدير الامن العام وجميع هؤلاء الضباط يستنجدوا بجلالة الملك لحل هذه القضية انا بداية اشكر قناة الاردن اليوم لكم جزيل الشكر لهذه القناة الحرة ولهذا الاعلام الحر ونسجل عتب على وسائلنا الاعلامية الاخرى التي غيابها ملحوظ ولا اريد ان اعقب اكثر من ذلك على غياب هذه الوسائل الاعلامية اعتصامنا سيبقى مفتوحا الى ان يتم الاستجابة الى مطالبنا علما انه هناك عتب يعني لم ينزل الينا او يتحدث معنا احد سوى بعض نواب الشعب ابوي ابوي اول ما ويعي عالجيش راح يوم من نصوتك يا بلد للفزعة صاح بعده شباب ويقرط الصوان وما يحسب حساب الموت او نصف الاجراح قال المهم ايابا قال المهم ايابا العالم ما يطيح ابت حتى لو راسك عن الكتفين طاح ويلجيش ويلجيش من كثر حبابوي فيك بعد التقاعد ظلت عيونه عليك ترمج وما شال بوريتو ولا نزل عن كتاب رتب بتذكر فيك وظلوا يتمتم وظلوا يتمتم انتبه كتفا سلاح ووصلوا بعد ما يموت اقفنوا ببدلك بتوتيك لانه امن بالله الواحد وعشقوا للاردن الواحد كل حبابه فوق ترابه قالوا احنا الشعب الواحد نبني ونحلف قدام الله والله علينا اعظم شاهد بيوم الشدة بيوم الشدة كلنا جيش ويبقى الاردن اول واحد